اشتركوا في القناة وعلى هي الركن المنهجي الذي يقوم عليه هذا البحث أو هذه الورقة ذلك أننا سننظر معرفياً أو ما يعبر عنه بعضاً بالإبستيمولوجيا الإبستيمولوجيا ببساطة يقولها فلسفة العلوم أو هي الدراسة الموضوعية للعلم في حد ذاته بناء على مقوماته ومبادئه وموضوعه ومجالاته ومصطلحاته ومفاهيمه كل هذا يتعلق بالعلم في حديثته إذن العلم قديم في الحقيقة قدم سبويه أو قدم خليله ونحن نريد أن نسلط عليه بعض الرؤاء الحديثة أنصح التعبير في محاولة لفهم هذا العلم وتقديمه وتوضيحه وتبيان نشأته ومكوناته ومقوماته لغير ذلك ومجالات المصرف الحقيقة عديدة سوف نقتصر على بعض النماذج أو الأمثلة البسيطة في هذا البدء إذن هذا يقودنا إلى الموضوع في حد ذاته موضوع المصرف ما هو لا يختلف اثنان تقريبا فأن علم الصرف يرجع إلى الكلمات أو إلى أبنية الكلم أسماء وأفعال هذا الموضوع الذي يتحدث فيها المصرف من باب المنهج هو قائم على الملاحظة رصد للظواهر كما هو الحال في النحو وفي بعض العلوم العربية الأخرى وهو قائم على الرجوع أو بالرجوع للاستعمال قالت العرب تقول العرب هذا جاء على ألسينة العرب إذن لا يخرجون عن حيث الاستعمالات اللغوية التي جاءت في بداية القرن الأول والثاني بالأساس للإجراء هذا الموضوع قائم على التفسير أو التعليل إذن نلاحظ بالملاحظة ندرس المسألة نوصف أو نصف هذه المسألة لنصل إلى باب التفسير يفسر العلل إذا التقى سكينان يحذفوا ما سبقه لماذا؟ يحذف الساكن الأول أو السكون الأول ولا يحذف السكون الثاني على سبيل المثال في هذا العلم نجد استقراء للقواعد وضبط للقواعد مما يجعل هناك نسقا أو أنساقا نحوية أو صرفية تتعلق بهذه القواعد أو مجمول هذه القواعد وهذه القواعد بصفة عامة تقوم على الجزئيات والكليات ننطلق من الجزء للوصول إلى الكل ونتحول من الكل لتطبيقه أو لتبينه على مستوى الجزئيات طبعا في هذا الباب تدخل طبط المفاهيم كل المفاهيم المتعلقة في علم الصرفي بما في ذلك الصرف حبي ذاته كالساكن وكالحرف وكالمتحرك وكالحركة وكالبدل وكالقلب وإلى غير ذلك كلها إذن مفاهيم وهذه المفاهيم تتبلور في مستوى جملة من المصطلحات المصطلحات هي الدالة على هذا العلم ترجمة نانسي قنقر